مساء الخير وأهلا بحضرتكم كل متابعة تلفزيون اليوم السابع في كل مكان هكون أنا مع حضرتكم جرمين شلبي في هذه التقطيع القصة تغيير اسم واحدة من أشهر منصات السوشيال ميديا وشبكات التواصل الاجتماعي هي فيسبوك ده الخبر المتصدر من مبارح وخلي ناس كتير بتسأل عن سبب التغيير والدافع ورده خلي أقول لحضرتكم أنه يوم الخميس المقبل هيعقد مارك مؤتمر صحفي للإعلان عن الاسم الجديد للشركة واللي بتضم منصة هي الأكثر استخداما في العالم وهيتم اختيار اسم آخر للشركة كجزء من خططها في إنشاء عالم متافيرس الافتراضي وعلى الرغم من التكهنات الخاصة بأسباب تغيير الاسم نتيجة الأزمات اللي وجهها فيسبوك خلال الفترة الأخيرة ودي التكهنات والشائعات اللي رفض المتحدث باسم الشركة التعليق عليها أو حتى تسريب الاسم المتوقع للشركة خلينا أقول لحضرتكم رغم حالة استرية اللي بيتسم بها هذا الأمر اللي أن بعض المواقع الصحفية الأجنبية توقعت أن تكون التسمية متعلقة بهاريزن في علاقة مع نظرات الواقع الافتراضي اللي تورتها الشركة منذ مدة وتملك تطبيقا لها على الهواتف الزقية من المتوقع أيضا أن شركة هتركز بشكل كبير على الميتافيرس مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بالسرعة التي يتطور بها الانترنت وإلى دور شركاته في تطوير خدمات الانترنت الميتافيرس هو شكل متقدم من الواقع الافتراضي بيتيح للمستخدم دخول عالم افتراضي بخيارات واسعة للغاية بيمكنهم من عقد لقاءات افتراضية قريبة من الواقع بين الناس ومن حضور فعليات كان بيتم تنظمها على أرض الواقع خليوني أحضر لكم أنه سبق لعدة شركات انترنت عالمية أن غيرت اسمها ومنها العملاق جوجل واللي تمت إعادة هيكلته وتجميع خدماته تحت مجموعة ضخمة عام 2015 اسمها الفابتر وكانت فيسبوك أعلنت من قبل عن توفير عشر تلاف وظيفة لتطوير ميتافيرس داخل الاتحاد الأوروبي على مدار خمس سنوات مخصصة لذوي المهارات العلية الهون نكون وصلنا مع حضرتكم لنهاية تغطيتنا واللي خصصناها عن كل التفاصيل الخاصة بتغيير اسم واحدة من أشهر منصات السوشال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وهي فيسبوك وده الخبر المتصدر كل مواقع التواصل الاجتماعي من زوانز كل شكرا وموصول لحضرتكم على طيب المتابعة وانتظرونا في مزيد من التغطيات على مدار اليوم من تلفزيون اليوم السابق إلى اللقاء